فاروق مساء الخير عليك طمنا عندك اخبار بعسيتنا ايه لغاية دلوقتي والامور مش ازاي في البداية طبعا خلينا رحب بك كابتن هاني كل التحيات لكابتن هاني رمزي وكل التحيات لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعة شاشة التقناة النادي الالي في كل مكان نقطة في غاية الامان لحدك اثرتها في البداية الربط دايما ما بين النادي الالي ومنافسه الاول طبعا على البطولات القرية ونادي ريال مدريد ده اندل بيدل على قيمة ومكانة النادي الالي وايضا بيدل على المسئولية الملقاة على عاطق العاب للنادي الالي وجهاز الفني ان شاء الله تكلل ان شاء الله بالعودة ان شاء الله من كازابلانكا من المغرب ان شاء الله بالبطولة الحادية عشر للنادي الالي خلينا اقول لك كابتن هاني احنا هنا في كازابلانكا من مقر اقامة فريق النادي الالي واخر استعدادات النادي الالي اللي بعد لحظات إن شاء الله هينطلق إلى الملعب الاتحاد البيضاوي لأداء أول تدريباته استعدادة لمواجهة فريق الودادة البيضاوي المغربي في نهاية دور أبطال إفريقيا لنسخة 20-22 أقدر يعني أختصلك اليوم بالأمس طبعا كان وصول الفريق إلى المطار محمد الخامس بالأمس يعني في رحلة طيران استغرقت خمس ساعات ونصف طبعا مجلس إدارة النادي الآلي بوجوده وجود قيمة الكابتن محمود الخطيب معالي الوزير العمري فاروق مهندس خالد مرتاجي الدكتور محمد شوقي الأستاذ طريق أنديل الكابتن حسام مغالي وصلوا رسالة دعمه مهمة جدا للعبين إحنا موجودين معاكم كلنا صدق فيكم تقد كانت رسالة تدعمه مهمة جدا للأحاديث طبعا اللي لمسناها من اللعبين طبعا مغادرتنا على طول سريعا لمطار محمد الخامس وتجاه إلى الفندق اللي بيبعد عن المطار بنصف ساعة طبعا فيه دور مهم جدا قام بيه الكابتن سيد عب حفيز والكابتن سمير عادلي اللي حضورهم إلى المغرب السبق البعثة بيه 24 ساعة تم تسكين الفريق النادي الآلي وبعثة فريق النادي الآلي ابتدى يومنا النهاردة بقى كابتن هاني طبعا وفيه كواليس كتير يومنا النهاردة ابتدى كان في تمام الساعة العاشرة صباحا كان تناول اللعبين لوجبة الإفطار طبعا كان فيه اجتماع طبعا الكابتن محمود الخطيب مع أفراد البعثة الإعلامية للنادي الآلي طبعا دور كبير جدا ويحوافز كتير جدا بيتم خلق أهل اللعبين توفير جو ومناسب طبعا لبعثة اللعبين ان شاء الله ان هم يكونوا في يومهم ان شاء الله ويقدوا مباراة طليق باسم وقيمة ومكانة للنادي الآلي طبعا كان تناول وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية ثم كان توجه وزيارة مجلس إدارة النادي الآلي يتقدم الكابتن محمود الخطيب إلى ملعب مركب محمد الخامس في زيارة في غاية الأهمية مهمة جدا طبعا يا كابتن هاني وجود مجلس إدارة النادي الآلي اللي راح بنفسه يتطمن على أماكن جلوس جماهير للنادي الآلي طبعا الشغل الأكبر اللي بيشغل بال مجلس إدارة النادي الآلي وتوفير كل سبل الأمان اللي بيعست فريق النادي الآلي وأيضا جمهور للنادي الآلي طبعا الكابتن محمود الخطيب المهندس خالد مرتاجي في أمور تكلموا فيها مع مسؤول الكاف على المقعد والمكان المخصص طبعا مسؤول الكاف كانوا يعني بيضعوا جمهور النادي الآلي في جانب وجود جماهير الوداد لكن المهندس خالد مرتاجي تكلم مع مسؤول الكاف وقال أن عايز جمهور النادي الآلي يكون في مكان أمان ويكون قريب مننا طبعا زي ما حضرتك عارف وخلينا أقولك برضو من خلال شاشة قناة النادي الآلي هو الفريق رقم اي في الملعب وهو طبع يعني بعد إجراء القرعة هو الفريق صاحب الأرض طبعا هيرتدي زيه الرسمي فريق الوداد البيضاء وهو لا يتم تبديل زي يلعب زي البديل فبالتالي المهندس خالد مرتاجي لجأ لهذا الأمر قال أنا صاحب الأرض أنا اللي اختار المكان فطبعا الأمر ده بيتم التشاور خلال مسؤول الكاف لتخصيص المكان يعني كمان المكان المكان محدده الكاف بيه 11 ألف متفرج المهندس خالد مرتاجي قال لهم أنا ضمانا لسلامة وأمان بعثة وجماهير النادي أنا موفق أخذ المكان اللي هو 9600 ألف متفرج ولكن ده يكون في أمان أكتر من جانب يكون جنب مجلس الودارة أو جنب اللاعبين ثم العودة إلى مقر الإقامة في هذه الأثناء مستر بيتسو موسماني بيعقد محاضرة فنية مع اللاعبين أنت عارفت المحاضرات الفنية لمستر بيتسو موسماني الوقوف على الإيجابيات والسلبيات في فريق الوداد البيضوي نقاط القوة نقاط الضعف بيشتغل طبعا على الدوافع النفسية للعاب النادي آلي أكبر دافع نفسي أنك تشتغل عليها كابتن هاني أنك ترجع مرة تانية أنك تنافس مع ريال مدريد على العودة للنادي الأكثر تتويجا من البطولات القرية حفاظها على البطولة العام الثالث تحقي البطولة للرقم 11 بإذن الله طبعا عقب المحاضرة يكون الانطلاق إلى الملعب الاتحاد البيضوي الملعب اللي أثنى عليه الكابتن ساد عب حفيز والكابتن سامير عادلي لأداء تدريبات النادي الألي أعيز أقولك برضو يا كابتن هاني أنه فيه اهتمام بقي يعني اهتمام شديد جدا من وسائل الإعلام ووسائل الإعلام هنا في المغرب سواء المقروعة أو المسموع اهتمام بباسة النادي الألي تأمين لباسة فريق النادي الألي هم بيحاولوا أنهم يعني يوصلوا هذه الصورة التأمين الموجود للنادي الألي طبعا النهاردة الخميس تم بدء فتح يعني حجز تذاكر المباراة ما حضرتك عارف طبعا 20 ألف للجمهور العام اللي هو بابين قوصين طبعا جمهور الوداد 10 ألاف للجمهور النادي الألي 10 ألاف للجمهور الوداد عجبني بابين قوصين للجمهور العام بالضبط بالضبط هاني عايز أقولك يعني كلايا يا كابتن هاني في النقطة دي بالتحديد كلام مع الكابتن سيد عبد الحفيز بالأمس في هذه الأمر الكابتن سيد قال لي أنا كنت عايز الأمر يطلع فيه اطلع قول إنه هو 20 ألف جمهور لجمهور الوداد صحيح يعني اطلع قولي ان الامر هو محسوم للجمهور الوداد لكن صغط الجمهور العام يعني امر لا يعني ما نقاش استحسان بقسة فريق النادلالك كابتن ساد عبد الحفيز اللي اتكلم في هذه النقطة قال لك هنعايزين الامر فير عشر تلاف للأهلي عشر تلاف للوداد لكن عشرين الف جمهور عامدي كانت نقطة مهمة جدا طبعا يا كابتن هاني لكن خلييني برضو اطمنك فيه تفاول عند اللعبين ولكن تفاول بحذر تفاول ان شاء الله يعني يومنا يكون لعبة النادلالك اللي تكون في يومهم معانا ربنا بإذن الله في هذه المباراة وان شاء الله نعود إلى اللقاء لكن مهم جدا زي ما انت بتتكلم ان اللعيبة افل على نفسها الادارة بتشوف شغلها الاداري كابتن ساد عبد الحفيز كابتن محمود الخطيب كرئيس البعثة موجود هناك كمان يعني كل الناس بتشوف الامور الادارية وبتوصل لأفضل صورة على المستوى الاداري الجزء التاني اللي انت بتتكلم فيه الجزء الفني اللعيبة افل على نفسها بشكل كويس في محاضرات فنية في تحفيزات واعتقادي الشخصي لتحفيز النفسي بيبقى سهل قوي واعتقادي كمان اللعيبة كمان من نفسها ولما اللعيبة بتقعد مع بعض الحوافز كبيرة جدا جدا وانا لو كنت مكان اللعيبة دي كمان الحوافز حتديني يعني دفعة من اللي حصل للفترة اللي فاتت وان مفيش فير حتى على المستوى على مستوى الملعب مفيش فير من خلال الكاف مفيش 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 كل ده صدقني ان شاء الله بيتحول لدوافع وبتحول لي ان شاء الله بإذن الله يعني ثقة كمان موجودة عند لعيبتنا فالصورة الغاية دلوقتي الحمد لله صورة جاية عايزة اسألك على الصحف كتبت ايه الجرائد كتبت ايه على وصول النادي الاهلية هل في بعض العنوين الممكن تكون فيها يعني مستفزة شوية لعيبتنا هل بعض العنوين فيها تشجيع اكيد لفريق الوداد العنوين عنوين الصحافة كان مضمونها ايه فاروق نقطة مهمة جدا كابت النهاني يعني اشر المواقع والجرائد سواء المنتخب او البطولة اتكلمت على وصول فريق النادي الاهلي وقالت الاهلي يبحث عن مجد جديد عايزة اقولك ان الصيغة دلوقتي في الاوساط الاعلامية في المغرب بتميل يعني انت عارف يعني زي بقوله كده التنويم المغناطيس شوية يعني تناوله تصريحات وليد الرجراج المدير الفني الفريق الوداد قال انا بواجه اكبر فريق في القرى الافريقية الفريق المرشح الاول للبطولة عنده عناصر مهمة جدا مع مدير فني هو الافضل داخل القرى السمراء كلها تصريحات يعني تمديد في النادي الاهلي طبعا هي قيمة ومكانة النادي الاهلي طبعا كبيرة ولكن تصريحات يعني بدأت تخرج في الاتجاه اننا يعني بتخلق دوافع بيستغلها وليد الرجراج انه عايز تخلق دوافع للنعيبة بتاعته قال الفريق النادي الاهلي والمرشح عنده عناصر كبيرة قوية جدا في نص الملعب تكلم على ديانج وتكلم على السلاية وحمد فتحي وايضا تكلم على محمد شريف قال له هداف الفريق بستة اداة الصحافة ايضا اتكلمت على بدء طرحة طبعا تذاكر المباراة اتكلمت على استعدادات فريق الوداد ايضا في الجانب الاخر والمعسكر اللي بيقام في بلدة المعمورة في ملعب او مدينة الراضية لمحمد الملك محمد السادس اللي بيوفره الاتحاد المغربي عايز اقول لحضرات برضو نقطة فغاية الامنية الاتحاد المغربي هنا كابتن هاني بيوفر كل وسائل الدعم لبعثة او لفريق الوداد من توفير كافة الملعب طبعا مع تأجيل مباراته امام فريق الرجاء كل يعني رجال او كل المسؤولين في الاتحاد المغربي في كل الدعم بكل الصور مقدمة لفريق الوداد خلينا احسن لك هذا الامر طبعا الفريق ايضا هيتمرن على ملعب مركب محمد الخامس تلت تدريبات بدءا من الغد الجمعة السابت الاحد وده امر موفره الاتحاد المغربي لفريق الوداد البيضوي وسائل الاعلام كلمت على وصول بعثة فريق النادي الاهلي وتكلمت على التأمين المشدد لبعثة فريق النادي الاهلي عملت مقارنة ما بين عمر السلية ولعب جبران لعب فريق الوداد وقالوا ان الاثنين من العناصر القوة في الاهلي او في فريق الوداد امور حتى الان خليني نتكلم حتى الان الاجواء هادئة في الاوساط الاعلامية حول التهدئة حول ابراز قوة النادي الاهلي خلق دوافع للعبي الوداد في هذه المباراة ما فيش شك كمان استغربت كمان ان هو فريق الوداد طبيعي جدا بطولة افريقية ان كل لعيق او كل فريق بيكون ليه تدريبة واحدة على الملعب الاساسي وبالتالي كمان دلوقتي فريق الوداد عنده ثلاث تدريبات على الملعب الرئيسي انا بتكلم من وجهة نظري الفير الفير في البطولات انك احنا متعودين الفريق كل فريق ليه تقريبا ساعة ونص على الملعب الرئيسي بيتمرن عليه وبالتالي كمان اعتقادي زي ما انت بتقول كده كل الاجواء المحيطة بفريق الوداد كل المغرب وقفة وراء الوداد حقهم طبعا يعني فرقة من بلدهم بيحاولوا يوفروا كل الوسائل لمساندة هذا الفريق لكن كمان في اعتقادي علامة استفهام ان طبعا الاتحاد الافريقى كمان يعني اعتقادي الشخص انه كان لازم كمان يكون موجود فير في الموضوع ده فريق الوداد ليه تدريبا واحدة والنادي الاهلي ليه تدريبا واحدة وبالتالي كمان بعض الامور لكن انا بتكلم بعيدا عن اللعيبة بعيدا عن تركزنا بعيدا عن دوافعنا انا بتكلم كمان في الشأن الاداري كل دوت ان شاء الله يا فاروق يعني احنا الاول بنشكرك شكرا جزيلا طبعا على كل المعلومات وتواجدك هناك مع بعستنا وان شاء الله على التحواصل دايما معاك نتطمن على فرقتنا شكرا جزيلا فاروق صلاح من مغرب